الجمهور اليمني يتساءل عن التشكيل الأساسي لمنتخب اليمن اليوم في مباراته ضد منتخب السودان في ربع نهاية كأس العرب للناشئين تشكيلة قوية متوقعة من الكابتن محمد حسن البعداني في مواجهة منتخب السودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أهلا بكم في فيديو جديد أتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد النهاردة بإذن الله السودان في مواجهة اليمن الساعة 10 بتوقيت السعودية والعراق واليمن الساعة 9 بتوقيت مصر والسودان وليبيا الساعة 8 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب الساعة 11 بتوقيت الإمارات وعمان مباراة مرتقبة في بداية مباريات ربع نهاية كأس العرب للناشئين إن شاء الله متوقع أن يدفع محمد حسن البعداني مدرب منتخب اليمن بنفس تشكيل مباراة منتخب ليبيا وهو كالآتي في حرصة المرمى وضاح أنور رقم 1 باك يمين زهير يمين سعيد العلقي رقم 12 وفي محاور الدفاع أحمد مصطفى رقم 13 محمد الهندي رقم 5 محمد وهيب باك ليفت أو باك شمال رقم 9 اتنين ارتكاس في وسط الملعب اتنين استرجاع في وسط الملعب أنور التريقي رقم 3 ومحمد خالد رقم 16 أمامهم رأس مسلس تحت رؤوس الحربة عادل عباس رقم 18 طرف يمين عبد الرحمن الخضر رقم 11 طرف شمال عصام ردمان رقم 10 وقائد الفريق ورأس حربة محمد البرواني رقم 7 اللي تقلق بشكل كبير في المباراة الأخيرة ضد المنتخب الليبي نتوقع أن يدفع به محمد حسن البعداني بمحمد البرواني رقم 7 أساسيا ويكون بديلا في الشوط الثاني عبد الرحمن عبد النبي وهيسم السلامي تشكيلة منتخب اليمن وضاح أنور سعيد العلقي أحمد مصطفى محمد الهندي محمد وهيب أنور التوريكي ومحمد خالد عادل عباس عبد الرحمن الخضر عصام ردمان ومحمد البرواني قلونا رأيكم في تشكيل منتخب اليمن اللي هيلاعب به منتخب السودان وما تنسوش في آخر الفيديو اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر